دلوقتي انا من قلتش اسمع عن طلاق كنهية وكده تمام كده انت مواسويس الاول ولا لا ما يرد الله كده مواسويس اخر مواسويس بني عدم طبيعي بني عدم طبيعي لا صناعي ولا طبيعي طبيعي تنسب نفسك للطبيعة ليه يعني لا تنسب نفسك للطبيعة الطبيعة ما عملتكش اصلا اه المهم قل على الفترة يعني من فترة بقى لما انا جيت قريب طبعا عن طلاق كنهية وكده فبدأت ان انا تذكر اللي حصل معي وكده اه فانا كان حصل معي موقف من 5 سنين تمام كده كان زوجتي يعني حصل موقف مقلت حدثت لشخص يا جنابي في التليفون وكده اااا رعت له راحت لشيك يعني وعارض معي وانا عندي بنتي وكده فبكيت له وكده عشان بنتي وصعاب لعلي مش هارف انا هحمل ايه وذي انت انت اه انت من ابو كبير اه ايه ده انت من ابو كبير لا ها ولا اجوارها من أجوار ميت غمر ميت غمر ما يقولش بنت دخيل على ميت غمر تمام فالمهم رحت قال لي لو انت هتقدر ان لو هي لو هي حسيت منها توبة وكده وقدرت ان انت تستحمل فدي لك سواب عند الله وكده مش قدرت ان انت تستحمل مش في حاجة عليك طيب وبعدين ايه اللي حصل يا حبيب رحت ليها لاها مش ليها تمام كده ايه اه 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 انا انا عندي بنت منك وانا تعال على المهم بس قلت ايه حرك حرك سرعة قلت لها خذ ايه خذي ذهبك وروحي لاباكي وانا ايه هخلص الموضوع مش هتكلم في اي حيو خالص اكرم مني بنتي وكلمت كل اه قالت لي لا انا هعمل في بيتي ومش همشي واني بيقلط مني واني ندمين عليه يا حبيبي حرك سرعة سرعة اسرع الملتنا ماذا قلت قلت لها اذهبي روحي خلي ذهبك وخلي حاجتك وروحي للباباكي وانا اخلص الموضوع منجر ما حاجي حدي اعرف اي حاجة خلاص كده بس اللي قلت كده فقط لا ما يحسبش طلاق حبيبي خلاص لا يحسب طلاق يعني اتوكل على الله وكمل في حياتك اتوكل على الله وكمل في حياتك وإلا ننصحهم بيدعي كمستشفى امراض عقلية اخسارا طيبش الناس جنبك الله يسلم